موسيقى الرابع صباحا ثانيا بتوقيت جرينتش موجز اخباري يأتيكم من القاهرة اهلا بكم شهد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي افتتاح قاعة الموسيقى بمدينة الفدون والثقافة بالعاصمة الادارية الجديدة بحفل احياه الموسيقار العالمي ريكاردو موتي واكد مدبولي ان مدينة الفنون والثقافة تحظى برعاية فائقة من الرئيس السيسي وتستهدف بناء البشر قبل الحجر واضف ان مصر ستظل دوما منارة للفنون والثقافة والابداع قال وزير الخارجية سمح شكري ان هناك اعترافا دوليا بالحاجة الملحة لتطوير وتحديث اطر العمل الدولي والاقليمي متعدد الاطراف جاء ذلك خلال مشاركته كمتحدث رئيسي في جلسة تعددية الاطراف والامن الاقليمي في اطار متحول وذلك في اطار مشاركته الحالية في اعمال الدورة السابعة عشر لحوار المنامة واضف شكري ان التحديات الراهنة تهدد بقاء البشرية ومن ثم فلابد من صياغة منظومة دولية متعددة قائمة على التعاون والادراك بالمصير المشترك مشيرا الى ان احترام الاختلاف والخصوصية يثر القدرات ويزيد من فرص النجاح والانطلاق نحو غدا اكثر اشراقا وصلت قوافل مؤسسة حيا كريم المحملة بالمساعدات الانسانية الى محافظة اصوان وذلك لتوزيع المواد الغذائية والمساعدات العينية على المواطنين المتضررين جراء موجة التقسسية التي تعرضت لها المحافظة مؤخرا وتوجهت القوافل بالشراكة مع بنك الطعام المصري لتوزيع عشرة الاف كرتونة مواد غذائية كما وجهت مؤسسة حيا كريمة عددا من المساعدات العينية لاهالي اصوان كما ستطلق المؤسسة عددا من القوافل الطبية لاهالي المحافظة تتضمن مهمات اغاثية من ادوات اسعاف اولية وبطاطين وغيرها من المواد الاساسية قررت عدة محافظات من بينها القاهرة والجيزة تعطيل الدراسة اليوم الاحد بمدارسها نظرا لسوء الاحوال الجوية التي تشهدها البلاد واكد المحافظون على التواجد الميدني لجميع رؤساء الاحياء ومسؤولي شركتي المياه والصرف الصحي وهيئة النظافة لتعامل مع تجمعات المياه وتسيير الحركة المرورية وتسهيل حركة المواطنين بالشوارع الرئيسية والكباري والانفاق اعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 543 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمامي شفائهم وبحسب ما اوضحت الوزارة يرتفع بذلك اجمالي المتعافين من الفيروس الى 291214 حالة واشرت الوزارة الى تسجيل 902 حالة جديدة ثبتت ايجابية تحاليلها معمليا فضلا عن وفاة 61 حالة جديدة بذلك يكون اجمالي العداد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا هو 349.513 حالة من ضمنهم 19.872 حالة وفاة تجمع الاف المتظاهرين في فيينا بعدما اعلنت الحكومة النمساوية عن اغلاق على الصعيد الوطني اعتبارا من غد الاثنين لاحتواء الاصابات المتصاعدة بفيروس كورونا وقال مسؤولون ان الاغلاق في النمسا من المقرر ان يبدأ لفترة اولية مدتها عشرة ايام وقد تستمر حتى عشرين يوما هذا ومن المزمع اغلاق معظم المتاجر والغاء الفاعليات الثقافية نهاية موقاز الرابع مشاهدين لمزيد من الاخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الانترنت اكسترانيوز دوت تي في كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر انستجرام ويوتيوب شكرا على طيب المتابعة حتى التقيكم من جديد اترككم في امان الله اشتركوا في القناة